اوفقكم الله والله يحييكم هذا شيء الشيء الآخر قبل أني رحبهم بيتين هنا فيه إنسان احنا على السعادة والتوكل على الله سبحانه وتعالى لو في واحد عندك طريقة بكرة في موضوع معين أو محتاج شيء ثم وعدك رجل أو وعدك شخص تكون مبسوط لأنه وعدك خلاص لكن قد يصير عنده تأخير قد يعني يبوق في معده قد 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 يحصل من الحاجات كده لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا فيه آيتين عظيمة آيتين عظيمة إذا قرأناها وتدبرناها وعملنا ما فيها عرفنا إننا لسنا مفلوتين إننا معنا رب كريم الأول أول شيء قبل أنك من كثر عليها الهم فأنصحك نصيحة لله سبحانه وتعالى أن تتدبر السورة التي فيها قصص الأنبياء مثل الأنبياء مثل هود مثل العراف اللي تشوف تدخل معها شوية بحر معها شوية تشوف قصص الأنبياء خليك معنا أن تترك الكاميرا أيوة أيوة كده يعني؟ لا خليك معنا أن تترك الكاميرا قصدي أنا سؤالي في مجلس يعني أيوة وعليه أسلام 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 لا تخلوا للغطة يا أخوة نعم خلوا الإنسان يبحر شوية أيوة الآن إيش قال لك الله سبحانه وتعالى في القرآن عندكم ولا عند الجماعة كثير كلي الزبية أنت سؤاله بس طيب عند الجماعة أجر هل لي من رهين أو من رهين يقول فتوكل على الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إذا نعلم أنك ساجد بين يدي الله ويسمعك عن كتب ويسجل جميع ما تحتاجه هو أعلم بحاجتك يا أخي لكن إحنا أهملنا القرآن إحنا تركنا القرآن ورى ظهورنا نرى ونقرأ ولكن قلوبنا شتى نسأل الله السلام أسأل الله أن يثبت القرآن في قلوبنا وأنه يجعلنا من العاملين به فإذا فتوكل على الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولنا من بعد محمد يلاقيهم الساعة فلو عملنا بها ونعلم أن همومنا وأشغالنا وطلباتنا كلها عند ربنا كريم مقضية ما زعلنا في الدنيا كلها هذا عندي البيتين ولا بعدين يعطناها يلا وشي البيتين دي